اشتركوا في القناة برافو عليكم خمسة وخمسين خمسة وخمسين طيب لو سألتك سؤال وقلت لك لو انا عايزة اعرف القيمة المكانية للرقم ده هتقول لي ايه اول حاجة ياولاد عشان نعرف مع بعض القيمة المكانية لازم ابقى عارفة ايه هي الارقام اللي بتقعد في الاحات او في بيت الاحات وايه الارقام اللي بتقعد في بيت العشرات اخذنا قبل كده ان الارقام اللي بتقعد في بيت الاحات ها مين الشطر اللي هيقول لي برافو عليك من صفر لحد تسعة طيب ومين الارقام اللي بتقعد في العشرات برافو من اول العشرة لحد التسعين طيب لو انا قلت لك انا عايزة اعرف الخمسة دي مكانها فين الاحات ولا العشرات هتقول لي ايه برافو الاحات طيب انا عرفت منين انا عندي طريقتين يا اما ممكن اقول لك ان اول رقم ده دايما دايما بيبقى قاعد في بيت الاحات دايما اول رقم ده بيبقى قاعد في بيت الاحات او عندي طريقة تانية ان انا ابقى حافظ الارقام اللي بتقعد في بيت الاحات والارقام اللي بتقعد في بيت العشرات بحيث ان انا لو جيت قرأت الرقم ده خمسة وخمسين وعايز اعرف الرقم ده احد فين ده بتعلينا نقرأ كده خمسة خمسة انا قلت هو خمسة صح والخمسة بتعود فين في الاحادي بقى على طول اروح اكتب احادي طيب الخمسة التانية دي بقى بتعود فين برابو في العشرات طيب انا عرفت منين طيب اول حاجة عشان انا قلتلك ان اول رقم ده دايما قاعد في بيت الاحادي والرقم اللي بيجي بعده دايما برضو بيقعد في بيت العشرات الرقم اللي بيجي بعده بيبقى دايما قاعد في بيت العشرات طيب ادي دي طريقة عرفت بيها عندي طريقة كمان ان انا لو قرأت الرقم اقدر اعرف الرقم ده قاعد فين طيب تعالو نقرأه كده خمسة وخمسين خمسين يبقى الخمسين بتقعد فين برابو عليك في بيت العشرات شطار يا ولد طيب تعالوا نشوف نشاط مع بعض ونحل الأسئلة سوا بيقول لي اكتب القيمة المكانية للرقم أربعة في كل مما يل يعني احنا هنشوف كل رقم اللي أربعة قعدة فين ونكتب البيت بتاحها يلا نبدأ مع بعض هيا مين الشطر اللي هيحل معايا ويقول لي الرقم ده اسمه ايه برافو عليك أربعة وخمسين طيب اللي أربعة هنا قعدة في بيت الأحد ولا بيت العشرات برافو عليك أنا قلت دايما اول رقم ده بيقعد فين بيقعد في بيت الأحد او ان انا لما اجي اقرأها قرأت أربعة أربعة وخمسين واللي أربعة بتقعد فين في الأحد برافو عليك تعالوا نشوف سؤال كمان مين الشطر اللي هيقلي الرقم ده اسمه ايه برافو عليك 48 طيب الاربعة هنا أعدى في بيت الأحاد ولا العشرات ها 40 48 الاربعين بتقعد فين في العشرات برافو عليكم تعالوا نشوف رقم كمان ها مين الشطر اللي هيقولي الرقم ده اسمه ايه برافو عليك 45 ها 40 الاربعين بتقعد فين برافو عليكم في بيت العشرات أتمنى تكونوا فهمتوا الدرس بتاعي النهاردة لو عندك اي سؤال سبهولي في الكومنتات وان شاء الله باقرب وقت هرد علي شكرا لكم يا حلوين واستنوني في حلقة جديدة ودرس جديد ان شاء الله